أدرجت اليونيسكو الأسبوع الفائت في تراثها غير المادي الخط العربي الذي يشكل رمزا ثقافيا أساسيا في العالمين العربي والإسلامي إثرى طلب تقدمت به 16 دولة من بينها السعودية والعراق ومصر والمغرب في مدينة البصرة يتوجه وائل رمضان لفتح ورشته للخط في أحد الشوارع الضيقة وهو تعلم هذا الفن من والده منذ نعومة أظفاره هذا الخبر الجميل أنه إدراج اليونيسكو لفن الخط العربي من ضمن قائمة التراث الغير المادي طبعا هذه بحد ذاته مبادرة رائعة لدعم هذا الفن عالميا وليس إسلاميا مختصر على الخطاطين العرب وإنما خروج الخط العربي وبمظهره العالمي طبعا هو ولا شك فن إسلامي فن عربي فن قائم بذاته فن الدولة الإسلامية الحقيقة فن القرآن الكريم كتابة القرآن الكريم فنرجو من الحكومة أنه تهتم بهذا الفن من خلال معارضها ومن خلال مسابقاتها ومن خلال دعمها للخط ودعمها للخطاطين لعقود كان الخط العربي حاضرا في شوارع بيروت والقاهرة وعمان وغيرها من المدن العربية على واجهات المتاجر على الجدران التي خطت عليها بيوت الشعر أو أقوال مأثورة على لوحات نحاسية عند مداخل أبنية تشير إلى وجود عيادة طبيب أو مكتب محام في المكان غير أن الخط العربي اختفى من الشوارع تدريجيا إلا من واجهات المتاجر القديمة ويكرس هوات في العالم العربي يشعرون بالحنين إلى الماضي وإلى هذا الفن العريق صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ينشرون عليها صورا من شوارع ومتاجر زينت بالخط العربي اشتركوا في القناة